اشتركوا في القناة وما يتطلع اليه لتنشئة اجياله وفق احدث العلوم والمعارف والمهارات ويولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله اهتماما خاصا بالتعليم من خلال رؤية الفين وثلاثين التي جاءت مؤكدة على ضرورة تنمية الانسان والمكان في المجال التعليمي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في كل انحاء الوطن والحمد لله نتيجة اهتمام الدولة منذ عبدالعزيز وابنها حتى هذا اليوم والحمد لله التعليم عندنا في تطور كامل ويمثل المبنى المدرسي الحديث ركنا هاما من اركان العملية التعليمية التي تسعى وزارة التعليم ممثلة في وكالة المباني لاعداد الخطط والبرامج التي تضمن بمشيئة الله تنفيذ اهدافها في تشييد المباني المدرسية الحديثة في مختلف مناطق المملكة وتعد الادارة العامة للتعليم بمنطقة جازان التي تضم اكثر من 185 الف طالب وطالبة من الادارات المتميزة في الاستغناء عن المباني المستأجرة والحديث عن المشاريع الجديدة في تعليم جازان حديث عن جهود متعددة كان هدفها الرئيس العمل على تقليص المباني المستأجرة والمباني متدنية الجودة عبر انشاء مباني حكومية جاذبة تتوفر بها وسائل السلامة للإسهام في رفع كفاءة العملية التعليمية وقد مرت المشاريع التعليمية في جازان بمراحل متعددة كان من اهمها الدعم الكبير الذي حظيت به من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبد العزيز امير منطقة جازان الذي وجه جميع البلديات بالمنطقة بالتعاون الكامل مع تعليم جازان لإيجاد الأراضي المناسبة ومواقعها وتذليل كافة الصعاب لإقامة المشاريع التعليمية وانطلاقتها بشكل مباشر وقد ساهمت جهود اللجان الهندسية والإدارية لمتابعة المشاريع بإشراف وكالة الوزارة للمباني في تحقيق تعليم جازان تقدما كبيرا وملحوظا في الاستغناء عن المباني المستأجرة حيث يحتفي تعليم جازان اليوم بتدشين 77 مشروعا مدرسيا جديدا يستوعب أكثر من 19,525 طالبا وطالبة وتقدر تكلفة تلك المشاريع بستمائة وثمانية وخمسين مليونا وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألفا وتسعمائة وخمسة وثمانين ريالا حيث تمثل المباني الجديدة أحدث النماذج المدرسية التي روعي فيها توفر جميع المرافق التعليمية وما يحتاجه الطلاب والطالبات في مجال الأنشطة العملية والثقافية والرياضية بالإضافة إلى مراعاة المباني الجديدة لاستيعاب كثافة الطلاب وجاهزيتها لمختلف البرامج التربوية والتعليمية وقد حققت المشاريع الجديدة بالتعليم جازان التي نحتفي بتتشينها اليوم تقدما كبيرا في خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة حيث تم الاستغناء عن 54 مبنى مستأجرا كانت قيمة استئجارها 6 ملايين ومئتان وعشرون ألفا وتسعمائة وستة وسبعون ريالا وقد أثبتت المشاريع التعليمية الجديدة في تعليم جازان أهميتها الكبرى في تنفيذ خطط الطوارئ في وقت الأزمات بما يضمن مواصلة الطلاب والطالبات لدراستهم دون توقف بفضل الله وتوفيقه ففي الوقت الذي تم فيه انتقال أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من مدارسهم في الشريط الحدودي لمدارس المحافظات المجاورة جاءت المشاريع التعليمية لتستوعب ذلك الرقم الكبير وفق خطط التوأمة والاستضافة في تجربة تعتز الإدارة العامة للتعليم بجازان بما حققته وما سطرته فيها من نجاحات وإذا كنا بالأمس القريب قد حظينا في تعليم جازان بمباركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ورعايته لتوقيع عقود المشاريع التعليمية وانطلاقتها فها نحن اليوم نحظى برعاية سموه الكريم بحضور معالي وزير التعليم لتدشين تلك المشاريع وافتتاحها لخدمة طلاب وطالبات تعليم جازان شكرا